السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم النهاردة هنكمل درس الاعداد المركبة مقدمة عن الاعداد المركبة تعرفنا في الاول يعني ايه عدد مركب وايه هو العدد التقيل وايه الفايدة منه والنهاردة هنكمل هناخد طبعا تساوي عددين مركبين وكمان جمعوا طرح الاعداد المركبة وضرب الاعداد المركبة بالاضافة الى العددان المترافقان ويبقى كده خلصنا درس الاعداد المركبة والدرس القادم بازن الله هيكون حل تمرين على الاعداد المركبة اول حاجة عندنا النهاردة هي تساوي عددين مركبين وعندي شرط مهم جدا للتساوي امتى يحصل التساوي التساوي بيحصل بكل بساطة اذا كان انا عندي عدد مركب الف زائد با تا يساوي جيم زائد دال تا هنا العددين دولا متساويين ده معنى ان الجزء الحقيقي في العدد الاول يساوي الجزء الحقيقي في العدد الثاني يعني معناك كده ان الالف بتساوي الجيم والجزء التخيلي في العدد الاول بيساوي الجزء التخيلي في العدد الثاني يعني البا بتساوي الدال فده معنى مش هيحصل تساوي الا اذا كان الحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي والموضوع ده هيساعدني في حل المسائل زي مسلا السؤال اللي بيقول اوجد قيمتي سين وصاق التين تحققان كلا مما ياتي هننظر طبعا للمسألة السؤال الاول زي ما انتم شايفين هنلاقي هنا ان الجزء الحقيقي اتنين سين ناقص ثلاثة زائد خمسة ده الجزء التخيلي هتلاحظوا طبعا ان الجزء ده كله حقيقي لانه ما عندهوش تاء اما الجزء ده بس هو التخيلي لانه عنده تاء يبقى الخامسة ده هو الجزء التخيلي هنا عندي لو انت لاحظت ان السبع بس هي الجزء الحقيقي اما الجزء التخيلي هو القوز ده بالكامل لانه مضروب fini اللي هي تلاتة ناقص اتنين صارى فبالتالي هبدأ احلل المسألة ازاي بكل بساطة هاخد الجزء الحقيقي اللي هو اتنين سين ناقص تلاتة بيتساوي الجزء الحقيقي هنا اللي هو السبعة وبعدين الجزء التخيلي هنا بيسوي جزء التخيل هنا ممكن اكتب خمسة بتساوي تلاتة ناقص اتنين صاد ولكن الافضل ان انا اكتب المقدار الاول يعني اكتب تلاتة ناقص اتنين صاد الاول بعدين بتساوي خمسة عشان تكون سهلة معك في الحل للوقت هنبدأ نحل عشان نحل المعادلة الاولى دي هنودي التلاتة الطرف الثاني بعكس الاشارة يبقى الاتنين سين هتساوي سبعة زائد تلاتة بعدين اتنين سين هتساوي سبعة وتلاتة كام عشرة هنقصم هنا على الاتنين وهنا هنقصم على الاتنين الاتنين طبعا بتروح يبقى السين بتساوي عشرة قسم الاتنين بخمسة كده احنا طلعنا قيمة سين الاولى طب وهنا بنفس الاسلوب هنودي برضو بتلاتة الطرف الثاني بعكس الاشارة بس خلي بالك معايا هيتبقى هنا سالب اتنين صاد في ناس بتنسى السالب دي خلي بالكم منها سالب اتنين صاد بتساوي بالتلاتة هتروح الطرف الثاني بعكس الاشارة يعني خمسة ناقص تلاتة بسالب اتنين صاد بتساوي اتنين هنقسم من على السالب اتنين وهنقسم من على السالب اتنين يعني الصاد هتساوي اتنين على سالب اتنين بسالب واحد نبدأ في المسألة التانية ونشوف ازاي نحلها لو بصينا هنا هنلاقي ان الطرف الاول مكتوب مزبوط سين زائد تقصاد ده الجزء الحقيقي وده الجزء التخيلي وهنا عندي المسألة مش متزبطة ليه لان مكتوبنا جزر سالب اربعة زائد تقص اتنين وعشرين طب احلها ازاي الاول طبعا احنا تعلمنا لما يكون فيه سالب تحت الجزء ده لازم يتحول الى عدد تخيلي يعني جزر السالب اربعة ده المفروض هيكون كام اتفقنا ان السالب هتتحول لتق وجزر الاربعة باثنين يعني هيكون الاجابة اتنين تق لان طبعا جزر الاربعة باثنين والسالب دي بنحولها الى تاة طيب زائد تا قصة اتنين وعشرين زي ما اتفقنا التاة لما يكون الاس بتاعها كبير هننزل الى الاس ده ونشوف هلها يقبل القسم على الاربع ولا لا طيب الى اتنين وعشرين تقبل القسم على الاربع طبعا لا اما الفعل كام اقرب رقم ليها هو الارتين لان اتفقنا اذا كان الباق اتمين يعني الاجابة سالب واحد يعني التاة اتنين وعشرين دي بسالب واحد او ممكن تقسمها بالأه لحاسبه يعني تقسم 22 دي على الأربعة تمام بالألة الحزمة وتشوف الناتج هيطلع لك كم هيطلع لك الإجابة 5.5 هتنظر انت للعدد العشري العدد العشري ده هو المفيد العدد العشري لو كان 25 من 100 هتكون الإجابة تا ولو كان 5 من 10 هتكون الإجابة سالب واحد ولو كان 75 من 100 هتكون الإجابة سالب تا ولو ما فيش علامة عشرية يعني العدد صحيح بدون علامات عشرية هتكون الإجابة واحد افتكر المعلومة دي لان هي هتفيدك في الحل لو انت عايز تستخدم الآلة الحزمة عن طريق العلامات العشرية هتقدر تحدد وخلي بالك ان انت لما بتسمع الأربعة العلامات العشرية يئمة 25 من 100 يئمة 5 من 10 يئمة 75 من 100 يئمة ما فيش علامة هم الأربعة احتمالات دول وبناء على الاحتمالات دي هقدر أكتب الإجابة يئمة تا يئمة سالب واحد يئمة سالب تا يئمة واحد كده احنا خلاص خلصنا يبقى السين زائد تا ساد بتساوي هذا الكلام دلوقتي هناخد الجزء الحقيقي بيساوي الجزء الحقيقي طيب يبقى السين بتساوي كام آه ممتاز الجزء الحقيقي هنا سالب واحد ليه لاني ما عندهاش تا التا هنا يعني ده الجزء التخيلي فخلي بالك معي ان السين هتساوي سالب واحد اما هنا ده الجزء التخيلي للنمعة تا وده الجزء التخيلي للنمعة تا يبقى زلا التا هنا مع التا هنا بقصات بتساوي اتنين والمسألة كده تحلت طيب تعالوا نشوف الجامع والطرح برضو نفس الفكرة لما اجي اجمع او اطرح لازم اجمع الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي ولازم اجمع الجزء التخيلي مع الجزء التخيلي يعني من الاخر ما ينفعش تجمع جزء حقيقي مع جزء تخيلي واضح الكلام تعالوا نشوف انا عندي العدد ده تلاتة زائد اتنين تا زائد اتنين نقص خمسة تا الجزء الحقيقي هنا تلاتة والجزء الحقيقي هنا اتنين يبقى احنا هنجمع تلاتة زائد اتنين ده الاولانية زائد الجزء التخيلي هنا اتنين تا وخلي بالكم ان هي بالموجب هنا هنجمع عليها سالب خمسة تا خلي بالكم من الاشارات دي موجب اتنين تا دي سالب خمسة تا هنا طبعا تلاتة زائد اتنين بخمسة وهنا اتنين تا ناقص خمسة تا تديني سالب تلاتة تا هلينفع اجمع خمسة او اطرح خمسة ناقص تلاتة تا ماينفعش ان ده حقيقي وده تخيلي مش هينفع نكمل المسألة هنسيبها زي ما هي طب تعالوا نشوف المسألة التانية اتناشر ناقص خمسة تا قص سبعتاشر اتناشر ناقص خمسة تا قص سبعتاشر اتفقنا ان تا قص سبعتاشر دي لازم نحلها لازم نبسطها تا قص سبعتاشر بكام لو احنا خدناها بالعقل كده السبعتاشر تقبل الاسم على الاربعة لا وما الفعال كام طبعا اقرب رقم الستاشر الستاشر يقبل الاسم على الاربعة يبقى البقي واحد ومعنى كلمة البقي واحد يعني الاجابة تا يبقى 12 ناقص 5 تاء أو اسموها بالآلة الحزبة لو أسمت 17 على الأربعة هتطلع الإجابة 4 وربع وبما أنها 4 وربع يعني 4 و 25 من مية يبقى الإجابة هتكون تاء إننا هنتفقنا 25 من مية يعني تاء فاكرين نكمل هنطرح منها 7 ناقص جزر سالب 81 تفقنا الجزر السالب بيتحول لإيه بيتحول إلى تاء يبقى السالب دي تتحول إلى تاء والجزر الـ 81 تسعة يبقى نقول ناقص 9 تاء بعدين في الطرحة هنا فيه إسلوبين للحل خلينا ناخد الإسلوبين للحل الإسلوب الأول إننا نغير الناقص دي ونخليها زايد يعني نقول 12 ناقص 5 تاء هتكون زايد وبعدين نغير إشارات اللي بعدها يعني هتكون سالب 7 موجب 9 تاء وبعدين نستخدم إسلوب الجمع العادي اللي احنا تعلمناه هتكون الجزء الحقيقي هيكون الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي يعني 12 مع سالب 7 زايد الجزء التخيلي مع الجزء التخيلي اللي هو سالب 5 تاء زايد 9 تاء بعدين 12 ناقص 7 خمسة وهنا زايد سالب 5 تاء موجب 9 تاء تديني موجب 4 تاء لإننا نطرح إشارات مختلفة بنطرح وبننزل إشارة الكبير 9 ناقص 5 أربعة وإشارة الكبير موجبة يبقى الإجابة 5 زايد 4 تاء ده إسلوب في إسلوب تاني نحطهم تحت بعض 12 ناقص 5 تاء هنطرح منها 7 ناقص 9 تاء الترح من صفاته بيغير الإشارات بيغير إشارات اللي تحت يعني دي هتكون بدل ما هي موجب 7 هتكون سالب ودي هتكون موجب بعد ما غيرنا الإشارات هنحلها عادي 12 ناقص 7 هتديني 5 سالب 5 تاء موجب 9 تاء إحنا طبعا هنتعامل مع الإشارة الجديدة سالب 5 تاء موجب 9 تاء هتديني موجب 4 تاء هتديني نفس الإجابة اللي هنا طبعا أنت حر تستخدم الطرح بالإسلوب اللي يعجبك المهم طبعا تحل السؤال بشكل صحيح طب تعالوا نشوف السؤال ده السؤال ده عمل حاجتين جمع بين الدرس الخاص بالتساوي تساوي عددين مركبين لأن هنا فيه طرف أيمن وفيه طرف أيصر وهنا فيه جمع لو أنتم شفتوا يبقى لازم أجمع الأول يعني المفروض أن المقدار ده سين زائد صاد تاء زي ما هو بعدين أجمع دول هجمع طبعا الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي 3 زائد 2 هتديني 5 والجزء التخيلي مع الجزء التخيلي موجب 2 تاء ناقص تاء طبعا هنا أشارات مختلفة يبقى هنطرح طبعا اثنين ناقص هنا طبعا فيه واحد بس مش مكتوب إبقى اثنين ناقص واحد بواحد تاء يعني اللي جاية بها تطلع بموجب تاء أو بموجب واحد تاء من هنا الجزء الحقيقي بيساوي الجزء الحقيقي يعني السين هتساوي الخمسة ومن هنا الجزء التخيلي هيساوي الجزء التخيلي يعني الصاد هتساوي الواحد طبعا هنا فيه واحد بس مش مكتوب يبقى الصاد بتساوي الواحد تعالوا بقى نتعرف على ضرب الاعداد المركبة السؤال الاول هنا اربعة زائد تلاتة تاء وهنا اثنين ناقص خمسة تاء عشان اضربهم هنرجع لطريقة الضرب بمجرد النظر اللي احنا درسناها زمان اللي هي كنا بنضرب الاول في الاول تمام يعني اربعة ضرب اثنين بتمانية وبعدين بنضرب التاني في التاني اللي هو موجب تلاتة تاء في سالب خمسة تاء المفروض تطلع الاجابة سالب خمستاشر تاء تربيع ان موجب في سالب بسالب وتلاتة في خمسة بخمستاشر وتاء في تاء بتاء تربيع كده احنا ضربنا الاول في الاول والتاني في التاني هل كده احنا خلصنا؟ لا طبعا لازم نعمل الطرفين والوسطين الطرفين اربعة ضرب بسالب خمسة تاء تديني سالب عشرين تاء والوسطين 3 تاء ضرب 2 تعطيني موجب 6 تاء وبعدين نبدأ نجمعهم مع بعض سالب 20 تاء وموجب 6 تاء هنا اشارات مختلفة يبقى هنطرح هيكون الاجابة طبعا 20-6-14 وهنا الاشارة الكبيرة سالب يبقى سالب 14 تاء يعني هنكتبينها سالب 14 تاء بعدين نبدأ نبسط المسألة يلا نبسطها أولا لازم تعرف ان التاء تربيع قمتها كام التاء تربيع قمتها سالب 1 وبالسالب ده هيغير لك الاشارة اللي هنا يعني هتكون سالب سالب بموجب 15 يعني هتكون 8 زائد 15 بدل ما هي 8-15 يبقى 8 زائد 15 ناقص 14 تاء بعدين نطلع الاجابة 8 زائد 15 ب23 ناقص 14 تاء يطرح هلين في عطرح 23-14 تاء طبعا لا إن ده جزء حقيقي وده جزء تخيلي وما ينفعش نحلهم مع بعض خلونا ناخد سؤال تاني السؤال التاني معايا 5-2 تاء هنضربها في 5 زائد 2 تاء هنا بقى الطريقة برضو خدناها قبل كده لما يكون القوسين متشابهين تماما بس مختلفين في الإشارة اللي في النص كنا بنعمل إيه؟ كنا بنضرب الأول في الأول فقط والتاني في التاني فقط يعني ما بنضربش إيه؟ لا الطرفين ولا الوسطين يعني بنقول 5 ضرب 5 بـ 25 كده الأول في الأول بعدين سالب 2 تاء ضرب موجب 2 تاء المفروض تطلع لنا سالب 4 تاء تربيع وانتو عارفين أن التاء تربيع بتعمل إيه؟ التاء تربيع بتغير الإشارة لأن هي سالب واحد سالب في سالب تتحول إلى موجب يعني 25 زائد 4 يبقى الإجابة 29 ودي الطريقة اللي هنستخدمها لما يكون الأقواص متشابهة بس مختلفة في الإشارة السؤال التالت 3 زائد 2 تاء قس 2 هنا القوس اللي هو المربع الكامل اللي هو قس 2 ده كان له طريقة في الفك كنا بنضرب دايما الأول في نفسه يعني 3 في 3 بتسعة يبقى احنا بنضرب إيه؟ الأول في نفسه يعني الأول تربيع بعدين زائد التاني في نفسه يعني هنضرب 2 تاء في نفسها هي هتطلع لإجابة 4 تاء تربيع لأن 2 في 2 ب4 وتاء في تاء بتاء تربيع يبقى التاني في نفسه اللي هو التاني تربيع بعدين نضرب الأول في الثاني في اتنين دي القاعدة وخلي بالكم لازم ثلاث حدود المربع الكامل لازم ثلاث حدود في طلاب بينسوا وبيعملوا الاول في نفسه بس والتاني في نفسه بس وخلاص لا خلي بالك لما يكون مقدار علي تربية لازم نعمل ثلاث حدود اللي هو الاول في نفسه والتاني في نفسه بعدين الاول في الثاني في اتنين طبعا الاول في الثاني يعني ثلاثة في اتنين تاق بستة تاق في اتنين باثناشر تاق وبعدين نبدأ نزبط مسألتنا التاق تربية اذا ما انتفقنا بسلب واحد بتغير الاشارة يعني هتكون تسعة ناقص اربعة مش تسعة زايد اربعة هتكون تسعة ناقص اربعة زايد اتناشر تاق تسعة ناقص اربعة كام خمسة يبقى خمسة زايد اتناشرتاق هلينفع اجمع خمسة زايد اتناشرتاق طبعا لا ان ده طبعا عدد ايه حقيقي جزء حقيقي وجزء تخيلي مش هينفع نجي بقى للسؤال الرابع هنمسى احنا الاجابات دي ونبدأ في السؤال الرابع السؤال الرابع خلي بالكم معين هنا القس هنا القس اربعة طيب القس اربعة ده بالنسبة لنا احنا ملوش طريقة فك معروفة طيب اعمل ايه احولوا القس اتنين طب ازاي هقول واحد ناقص اكس تا قس اتنين بعدين اربعة قسم اتنينبكم ابتنين يبقى نكتب اتنين تانية فوق لن علشان يبقى يكون الناتق 2 في اتنين باربعة يبقى احنا ما غيرناش حاجة يبقى انت هتعمل قس اتنين وتقسم القس القديم ده على القس الجديد يعنى اربعة قسم اتنين بانتين واضح يعني مثلا لو دي ستة ستة قسم اتنين بتلاتة يبقى نكتب التلاتة فوق وهكذا طيب وبعدين هنبدأ نفك اللي جوه ده يعني هنقول القوس الكبير ده تربية زي ما هو ده زي ما هو مش هيتغير بعدين نفك اللي جوه هنقول واحد طبعا هنضرب الواحد في نفسه زي ما اتفقنا نضرب الاول في نفسه واحد وفي واحد بواحد وهنضرب سالب تا في نفسها سالب تا في سالب تا بموجب تا تربية بعدين هنضرب الاول في الثاني في اتنين واحد في سلب تق بسلب تق في اتنين بسلب اتنين تق هنا طبعا معروف ان التق تربيع بسلب واحد يعني هنشيل التق تربيع ونكتب مكانها زائد سلب واحد ناقص اتنين تق هتلاحظ ان الواحد ناقص واحد بصفر يعني هيتبقى لي ايه هيتبقى لي سلب اتنين تق لاحظ كده القوز ده اللي هو واحد ناقص تا تربية طلع بسالب اتنين تا وخلي بالك لو عملناها بالموجب ان شاء الله دي ملاحظة تانية هتعرفوها هتكون هي هي بالزبط بس هتكون اتنين تا بالموجب فدي ملاحظة مهمة جدا هنستفيد بها في حل بعض المسائل لما يكون واحد ناقص تا لكل تربية ايجابتها سالب اتنين تا ولما يكون واحد زائت تا لكل تربية هيكون ايجابتها اتنين تا الملحوظة دي هتساعدني في حل المسائل بسرعة بعدين نحل بقى المسائلة عادي جدا هتكون الاجابة سالب اتنين قصة اتنين هنوزع الاسس هنا هنوزع الاسس سالب اتنين قصة اتنين وبعدين ضرب تا قصة اتنين سالب اتنين قصة اتنين بكام باربعة وتا قصة اتنين بسالب واحد يبقى اربعة ضرب بسالب واحد بسالب اربعة وطلعت الإجابة سالب أربعة القاعدة دي اللي احنا قلناها دلوقتي مش محتاج بقى ان انا فكتها كله ممكن استخدمها على طول يعني مثلا خلينا ناخد مثال كده سريع لو انا قلت ان عايز واحد زائد تا قص مثلا خمسين احنا نلاقى ازاي على طول الواحد زائد تا دي المفروض تكون قص اتنين صح ولا لا وبعدها نقسم خمسين على اتنين طب خمسين على اتنين فكام فالخمسة وعشرين يبقى اتنين فكام 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 فك ان الخمسة وعشرين يعني اقرب رقم يقبل الاسم على اربعة هو الاربعة وعشرين يبقى البقي كامل بقي واحد يعني الاجابة تاء يبقى هنا الاجابة هتكون اتنين قس خمسة وعشرين تاء يبقى انا استخدمت القاعدة دي في ان انا حل السؤال بسرعة وفي طريقة تانية ان انا ممكن اقول على طول ان الاجابة هنا هتكون اتنين تاء وناخد نص القس ده يعني الخمسين نصها كام خمسة وعشرين لان انا بقسم على الاثنين يعني النص فممكن اوفر الخطوة دي واكتب على طول اتنين تاء قس خمسة وعشرين وبعدين اوزع الاسس المهم استخدمها في حال المسائل بالشكل المناسب لك هنجي بقى الاخر جزئية معنا النهاردة وهي العددان المترافقان بكل بساطة العددان المترافقان هما عددان الف زائد بق تاء والف ناقص بق تاء هنلاحظ ان الاشارة مختلفة عند الجزء التخيلي فقط اما الجزء الحقيقي الاشارة مش مختلفة فعشان كده هذان العددان يسميان بالعددان المترافقين ولاحظ ما اتفقنا انهما لا يختلفان الا في اشارة الجزء التخيلي فقط اما الجزء الحقيقي لا وفي اخطأ شعر عند بعض الطلاب لو انا مثلا جبت لهم اتنين تاء ناقص خمسة المفروض المرافق ليه ايه في بعض الطلاب بيغلطوا وبيقولوا اتنين تاء زائد خمسة هو كده غير مين غير الخمسة والخمسة دي الجزء الحقيقي خلاها بدل ما يكاد سالب خلاها موجا وده طبعا غلط المفروض ان انا بغير الجزء التخيلي يعني الاتنين تاء هتكون سالب اتنين تاء اما السالب خمسة كما هي سالب خمسة لان ده جزء ايه ده جزء حقيقي والجزء الحقيقي مش هيختلف زي كده لما بنجي نقول مرافق العدد اتنين تاء هيكون سالب اتنين تاء غيرنا ايه شرطه اما مرافق التلاتة ده عدد حقيقي هيكون تلاتة برضو وعندنا قعدة أو ملاحظة بتقول أن مجموعة العددين المترافقين هو دائما عدد حقيقي يعني لما تجدك معهم يعني مثلا لو أنا حبيت أجمع 2 تا ناقص 5 ده اللي هو الجزء الأول أو العدد الأول هنجمع عليه المرافق اللي هو سالب 2 تا ناقص 5 هطلع شيء مهم جدا أن دائما الجزء التخيلي مختلف في الإشارة وبالتالي دائما الجزء التخيلي هيختفي هيكون قمته صف لأن 2 تا ناقص 2 تا بصف ويتبقى عندي الجزء الحقيقي فقط اللي هو سالب 5 زائد سالب 5 تطلع الإجابة سالب 10 فإذا إذا جمعتهم لازم يطلع الإجابة عدد حقيقي لأن الجزء التخيلي هيحزف كمان لو ضربتهم لو أنا عايز أضربهم برضو الضرب هيخليني الناتج عدد حقيقي تعالوا نجرب 2 تا ناقص 5 لما أجد ربها في سالب 2 تا ناقص 5 هنضرب أولا العدد الأول في العدد الأول أو جزء الأول في الجزء الأول 2 تا في سالب 2 تا بسالب 4 تا تربية وهنضرب الجزء الثاني في الجزء الثاني سالب 5 في سالب 5 بموجب 25 طبعا زي ما احنا اتفقنا أن التا تربية بسالب 1 سالب 1 في سالب 4 بموجب 4 زائد 25 بتساوي 29 طلع برضو عدد حقيقي والسبب هنا أن التا تربية قموتها دايما سالب 1 فهتختفي التا وهيبقى سالب 1 في الرقم اللي هنا ونجمع ويطلع العدد حقيقي يبقى أنت تلاحظ أن العددان المترافقان دايما مجموعهم عدد حقيقي أو حاصل ضربهم دايما برضو عدد حقيقي تعالوا نشوف في السؤال ده اكتب مرافق العدد 5 ناقص 4 تا مين هيقولي المرافق؟ زي ما اتفقنا الجزء الحقيقي كما هو يعني هيفضل 5 أما الجزء التخيلي هنغير إشارته بدلا ما يكون سالب 4 تا هيكون موجب 4 تا طيب يقولي مجموع العدد ومرافقه يلا نجمعهم نتفقنا أني لما جاء اجمعهم لو أنت عايز تحل بطريقة سريعة بطريقة إيه؟ سريعة هتجمع بس الجزء الحقيقي يعني 5 زائد 15 على طول طيب ايه السبب؟ لأن الجزء التخيلي هيحزف لأن طبعا واحد بالسالب والتاني بالموجب طيب يقولي يوجد حاصل ضرب العدد في مرافقه 5 ناقص 4 تا هنضربه في المرافق ليه هو 5 زائد 4 تا زي ما اتفقنا هنضرب الجزء الحقيقي في الجزء الحقيقي يعني 5 ضرب 5 بـ 25 بعدين سالب 4 تا ضرب موجب 4 تا يديني سالب 16 تا تربية ممكن تكتب على طول زائد 16 لأن التا تربية دية هتبقى بسالب واحد وتغيري الإشارة زي ما اتفقنا 25 زائد 16 تديني الإجابة 41 يعني تقدر تحل أي مسألة بسرعة بهذا الاسلوب تعالوا نشوف هنا بيقولي اختصر لأبسط صورة عشان اختصر لازم اضرب دايما المقام ده في المرافق ليه يعني مثلا 2 زائد تا على 3 ناقص 4 تا هضرب المقام خلي بالكم في المرافق المرافق اللي هو 3 زائد 4 تا غيرنا الجزء التخيلي بس خلي بالكم وهنا طبعا نفس الشيء لازم اضرب البصل والمقام في نفس الحاجة طيب تعالوا نضرب هنا المقام سهل جدا لأنه طبعا عددان مترافقان هنضرب 3 في 3 بتسعة وانا سالب 4 في موجب 4 بسالب 16 هنخليها موجب 16 عشان التا في تا بتا تربيع هتغير للاشارة وهنا ممكن نضرب باستخدام الضرب بمجرد النظر 2 في 3 ب6 بعدين تا في 4 تا يديني 4 تا تربيع بعدين الطرفين اللي هو 2 في 4 تا ب8 تا بالموجب والوسطين تا في 3 بموجب 3 تا 8 زائد 3 كام 11 تا يبقى نكتب هنا 11 تا بعدين نبدأ نزبط مسألتنا 9 زائد 16 25 وهنا عندي التا تربيع بسالب 1 يعني هتكون 6 ناقص 4 و6 ناقص 4 ب2 زائد 11 تا ممكن نبسط أكتر نقول 2 على 25 زائد 11 على 25 تا كده احنا بسطنا المسألة تعالوا نشوف السؤال التاني لاحظنا السؤال التاني فيه ضرب الأول طب ما أنا لازم أضرب قبل ما أحل المسألة يلا نضرب قبل ما نحل المسألة زي ما اتفقنا هنضرب 2 في 3 اللي هو العدد الأول في العدد الأول ب6 بعدين تا في تا هتديني زائد تا تربيع بعدين طرفين ووسطين هنا 2 في تا لهم الطرفين ب2 تا ونا تا في 3 بتلاتة تا مجموعهم 5 تا لأنهم كلهم بالموجة بيبقى نجمع طبعا التا تربيع بسالب واحد 6 نقص واحد تمام تحت نضرب بنفس الاسلوب 2 في 3 أيضا ب6 وسالب تا في سالب تا بموجة بتا تا تربيع وبرضو طرفين ووسطين اتنين في سالب تا بسالب اتنين تا ونا تا ونا سالب تا في 3 بتلاتة بسالب 3 تا مجموعهم سالب 5 تا نبسط المسألة 6 نقص واحد 5 زائد 5 تا وهنا برضو التا تربيع بسالب واحد يبقى 6 نقص واحد 5 نقص 5 تا ممكن ناخد الخمسة عام المشترك لتبسيط السؤال يبقى الخمسة عام المشترك يتبقى لي هنا طبعا 5 قسمة 5 بواحد زائد 5 تا قسمة 5 بتا وهنا نفس الشيء ناخد الخمسة هيتبقى لي واحد نقص تا بنفس الاسلوب طبعا الخمسة هتروح مع الخمسة يتبقى لي واحد زائد تا على واحد نقص تا هنا هنضرب في المرافق بقى عشان نبسط اكتر المرافق بتاع المقام طبعا واحد نقص تا مرافقه واحد زائد تا وهنا واحد زائد تا يلا نضرب طبعا لو تفتكروا واحد زائد تا في واحد زائد تا اللي واحد زي التق اس اتنين لو تفكروا لانه هو نفس القوس واتفقنا ان واحد زي التق اس اتنين قدمتها اتنين تق على طول صح؟ فاكرين ولو انت عايز تعملها بالراحة كل المطلوب منك ان انت هتضرب واحد في واحد بواحد بعدين تق في تق بتق تربية وتق تربية بسري به واحد لكي يبديني سفر بعدين طرفين اللي واحد تق وسطين اللي واحد تق يديك اتنين تق ممكن تقبلها بالطريقة السريعة اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي واحد زي التاء تربيع بتساوي اثنين تاء مباشرة وهنا عددين مترافقين هنقول واحد في واحد بواحد طبعا سالب تاء في سالب تاء بسالب تاء تربيع طبعا التاء تربيع زي ما اتفقنا هتتحول لسالب واحد هنا السالب في سالب تتحول الى موجة بواحد يبقى اثنين تاء على اثنين تطلع الاجابة تاء لان الاثنين هتختصر مع الاثنين هنا بيقول لي اثبت ان العددين الف وباء مترافقين هناخد كل عدد ونبسطه يعني الالف هتساوي واحد ناقص اثنين تاء وهنا واحد ناقص ثلاثة تاء هنبسطه زي ما اتفقنا هنضرب في المرافق بتاع المقام مرافق المقام اللي هو ايه بقى اللي هو واحد زائد ثلاثة تاء وهنا برضو واحد زائد ثلاثة تاء يلا نضرب طبعا فوق هنضرب الضرب العادي اللي هو ضرب مجرد النظر واحد في واحد بواحد سالب اثنين تاء في موجب تلاثة تاء هيدلع لسالب ستة تاء تربية ان اثنين في تلاثة بستة وتاء في تاء بتاء تربية بعدين هناخد الطرفين والوسطين هنا واحد في تلاثة تاء بموجب تلاثة تاء وهنا سالب اثنين تاء في واحد بسالب اثنين تاء ان اطرحهم يديني تاء بس او موجب تاء هنكتب هنا موجب تاء طبعا التاق تربية ازا ما تفنى بسالب واحد بتغير الاشارة هنا هنضرب واحد في واحد بواحد طبعا سالب تلاتة في موجب تلاتة بسالب تسعة تاق تربية هتغير الاشارة برضو عشان التاق تربية هتطلع هنا واحد زائد ستة مش مش سالب ستة هتطلع هنا واحد سالب في سالب بموجب يبقى واحد زائد ستة سبعة زائد تاق وهنا طبعا التاق تربيع هتغير الاشارة هتكون واحد زائد تسعة يعني عشرة وممكن نبسطها تكون سبعة على عشرة زائد تا على عشرة بنفس الاسلوب هنعمل با اتنين ناقص تا على تلاتة ناقص تا نضرب في المرافق اللي هو تلاتة زائد تا وهنا تلاتة زائد تا يلا هنضرب الاول في الاول اتنين في تلاتة بستة سالب تا في تا بسالب تا تربيع بعدين هنا طبعا الطرفين والوسطين هنا اتنين تا بالموجب ده الطرفين وهنا سالب تا في تلاتة بسالب تلاتة تا هتطلع الاجابة سالب تا وهنا طبعا عددين المترافقين تلاتة في تلاتة بتسعة سالب تا في تا بسالب تا تربيع اللي تتحول لموجب واحد هنقول هنا طبعا سالب تا تربيع برضو تتحول لموجب واحد يبقى الاجابة سبعة ناقص تا على عشرة هتلاقي الاجابة هنا سبعة على عشرة ناقص تا على عشرة. هتلاحظوا ايه بقى? هتلاحظوا ان العددين مترافقين. شايف? لاحظ ان العدد الجزء الحقيقي زي الجزء الحقيقي وجزء التخيولي مختلف في الاشارة. يبقى نقول العددان الف وباء مترافقان. تمام? تعالوا نشوف السؤال ده. اوجد في ابسط صورة المقدار اتنين زي التلاتة تا. الكل قس اتنين مضروفها في اتنين ناقص تلاتة تا. بيقول لي دي اجابة احمد ودي اجابة كريم بيقول لي اي الاجابتين صحيحة. تعالوا نشوف احمد عمل اي? احمد خلى القوس ده قوسين. طبعا صح لان عادي جدا ده قس اتنين يعني متكرر مرتين. اتنين زي التلاتة تا مضروبة في اتنين زي التلاتة تا مضروبة في القوس الاخير اللي هو اتنين ناقص تلاتة تا. يبقى الخطوة دي عند احمد صحيحة. بعدين ضرب العددين المترافقين دول لان اتنين زي 3 تاق واثنين نقص 3 تاق اعداد مترافقة 2 في 2 باربعة في سالب 3 تاق بسالب 9 تاق تربية برضو الخطوة دي صحيحة والقوس ده ما عملتش في اي حاجة بعدين هنا التاق تربية بسالب واحد هتضرب في السالب تتحول الى موجة برضو الخطوة دي صحيحة يبقى 4 زي 9 13 يبقى الخطوة دي صحيحة بعدين ضرب 13 في 2 بـ 26 وتلاتاشر في تلاتة بتسعة وتلاتين تاق. الخطوة دي صحيحة. يبقى اجابة احمد بالكامل صحيحة. طب تعالوا نشوف اجابة كريم. كريم اعمل ايه? كريم فك القوز ده الاول. تمام? فكه ازاي? قال اتنين في اتنين باربعة. اه وبعدين تلاتة تاق في تلاتة تاق بتسعة تاق تربيع. وبس وسكت. ودي خطوة غلط. ليه غلط? لان المربع الكامل زي ما اتفقنا. لازم اضرب الاول في نفسه اتنين في اتنين باربعة والتاني في نفسه تسعة تاق تربيع. بعدين الاول في التاني في اتنين. يبقى اتنين في تلاتة تاق بستة تاق في اتنين باتناشر تاق. هو نسل لاتناشر تاق. يبقى هو كده غلط. خلاص. المسألة كده غلط. ليه? لان المفروض هنا ما كانش كتب كده. كان المفروض كتب اربعة زائد تسعة تاق تربيع زائد اتناشر تا في هذا القوس اللي هو اتنين ناقص تلاتة تا وبعدين المفروض يكمل بقى يبقى اربع ناقص تسعة تديني طبعا لازم نضيف اتناشر تا هنا يبقى اربع ناقص تسعة زائد اتناشر تا في اتنين ناقص تلاتة تا صح ولا لا طبع اربع ناقص تسعة كم سالب خمسة يبقى المفروض سالب خمسة زائد اتناشر تا نضربها في اتنين ناقص تلاتة تا يبقى اول خطوات دي كلها غلط عنده لانه نسي الحد ده تمام وبعدين ما يضرب يضرب بقى بسلوب العادي سلب خمسة في اتنين بسالب عشرة وبعدين نضرب التاني في التاني اتناشر تا في سلب تلاتة تا بسالب ستة وتلاتين تا تربيع بعدين طرفين وسطين سالب خمسة في سالب تلاتة بموجب خمستاشر تا وهنا اتناشر تا في اتنين بموجب اربعة وعشرين تا مجموعهم هيطلع تسعة وتلاتين تا يبقى نكتب هنا تسعة وتلاتين تا متعارفين التا تربية بتغير الاشارة يعني يكون سالب واحد زائد ستة وتلاتين وطبعا ستة وتلاتين دي عشرة قصد سالب عشرة زائد ستة وتلاتين زائد تسعة وتلاتين تا طبعا ستة وتلاتين نقص عشرة دي ديني ستة وعشرين زائد تسعة وتلاتين تا طلعت نفس الاجابة يبقى عرفته الخطأ اللي وقع فيه كريم الخطأ اللي كريم ان هو نسل الاثناشرتاء. فهنقول اي الاجابتين صح? هنقول اجابة احمد. طب لماذا بيقول لي لماذا? لان كريم اخطأ في فك المربع الكامل اللي هو اتنين زائد ثلاثتاء تربيع. اخطأ في الفك. وبالتالي هيكون المسألة كلها خطأ. فلازم لما يقول لي شوف مين الاجابة الصحيحة? اتتبع الخطوات واشوف هل الخطوات اللي هو عملها بشكل صحيح ولا لا? واذا كان في خطأ لازم اقف على هذا الخطأ واعدله. واضح الاجابة? في النهاية هقول لكم ملحوظة مهمة على الاعداد المركبة لازم تاخدوا بالكم منها. ان الاعداد المركبة لا تتبع ترتيب معين. يعني ما ينفعش اقول ان في عدد مركب اكبر من عدد مركب اخر. والملاحظة دي مهمة جدا افتكروها عشان ما تغلطوش ابدا. ملاحظة هامة. الاعداد المركبة لا يصلح ترتيبها. يعني ايه? يعني ما ينفعش اقول ان اتنين زائد ثلاثة تأ مسلا اكبر من اتنين زائد تأ. يعني لما اجا اقول اتنين زائد تأ ايهما اكبر ايهما اكبر اتنين تأ اتنين زائد ثلاثة تأ ولا اتنين زائد تأ. للاسف ما نقدرش نحدد مين فيهم الاكبر لان فيها جزء تخيلي والجزء التخيلي ما حدش فيه نبيعرف كمت وكم بالزبط فبالتالي ما ينفعش نقول ان في واحد فيهم اكبر من التاني وبالتالي خاصية الترتيب مش موجودة في الاعداد المركبة موجودة في الاعداد الحقيقية فقط نقدر نقارن لولي الاكبر مين والاصغر مين في الاعداد الحقيقية ولكن في الاعداد المركبة ما ينفعش نقول ان في عدد اكبر من عدد او في عدد اصغر من عدد ولكن ينفع نقول التساوي لان التساوي لازم يكون الجزء الحقيقي بيساوي الجزء الحقيقي وجزء التخيلي بيساوي الجزء التخيلي وبكده خلصنا درس اليوم منتظر اي اسئلة في التعليقات لو انت مش فاهم اي جزئية الممكن نشرحها في الدرس اللي بعده في الحصة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش تعمل مشاركة لكل اصحابكم وكمان اعمل لايك جميل منك عشان القناة تستمر ونشوفكم في فيديو جديد